اشتركوا في القناة وسامي قاسمي اهلا بكم الى غرفة الاخبار ونتابع فيها حلب بعد جينيف وباريس المطلوب والمتاح تركيا الجديدة بحجم اردغان وفي ملفنا الخاص واشنطن وموسكو جسوسية بثوب الحدث اجتماع لاصدقاء سوريا في باريس واخر للقوى المهمة فيها في جينيف الملف واحد حلب التي تدمر بفعل قصف النظام وحلفائه لتتكشف يوما بعد يوم ابعاد هول المأساة الانسانية لمن بقي من سكان المدينة المجتمعون دعوا المعارضة السورية الى طاولة التفاوض مجددا وحثوا النظام وروسيا على ابداء حسن النية باخراج الفرين من المدينة بامان نوايا يعمل على جسها في جينيف فريقان روسي وامريكي املا في انقاذ ما يمكن وانقاذه من مدينة كانت شهباء المطلوب مما يدور في ردهات باريس وجينيف وقف ما يحدث في احياء حلب خاصة الشرقية منها والمتاح حاليا وقت مستقطع من القصف المستمر على مناطق المعارضة رهين بمزاج نظام السوري والقرار الروسي لكن هذا الوقت المستقطع وقت اضافي لحياة اكثر من عشرين الف مدنية غدروا احياء حلب الخاضعة للسيطرة المعارضة المسلحة عبر ممرات انسانية كما تقول وزارة الدفاع الروسية التي تؤكد ايضا تخلي اكثر من الف ومائتي مقاتل عن اسلحتهم في الاحياء ذاتها لكن وقف العمليات العسكرية بمنطق النظام السوري وحلفائها غير مطروح فهو مصر على استمرار تقدمه كما اعلن حتى يستعيد كامل حلب هنا يختلف اطراف النزاع السوري ومن يدعم كلا منها فسيطرة الجيش السوري على حلب يسميها المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة سقوطا سقوط يقول جون كيري الذي يحزم حقائبه ليسلم هذا الملف لخلف الجمهورية انه لن ينهي الحرب في سوريا بل سيضاعف انتقام الارهابيين وما هذلك يبدو ان هذا المعسكر المجتمع تحت مظلة اصدقاء سوريا يحاول ايجاد مخرج سوري من باريس عبر حلب الحلول المطروحة على طاولة باريس يدققها خبراء روسيا والولايات المتحدة في جونيف لكن فعليا لا حلول سوى اقناع المعارضة بالعودة الى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة وهو الامر الذي اكده وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايغو رغم ان المعارضة التي ستجلس الى طاولة الحوار الدولية لا كلمة لها على كل من يقاتلون في حلب حتى ان كان كذلك فطاولة المفاوضات لا تستقيم بجلوس طرف دون الاخر وهو ما دعا اليه كيري اي تقدم دمشق وموسكو ضمانات على جدية النظام السوري في المفاوضات بناء على بيان مؤتمر جونيفا الاول وقرار مجلس الامن 2254 لكن دعوة كيري تخلى لها اعتراف بقوة الطرف السوري الروسي اطلب باذهار حصن النواية بناء على ميزان القوى الجديدة امل سرحان ما تتلاشى فور خروجها من ممرات الاجتماعات الدولية فوضع قواهد المفاوضات السياسية هو دائما القوي عسكريا معنا من باريس نائب رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية جورج صبر اهلا وسهلا بك استاذ جورج بداية هو سؤال مكرر لكن يجب طرحه مع مرور الوقت هل هناك وقت لمبادرات وللحديث عن اي شيء في حلب طالما ان الجيش السوري دمشق تقول انها سيطرت على 85% من حلب الشرقية وان خلال ايام ستحسم هذه المعركة ما يجري الان سواء في باريس في جينيف هل هناك وقت من اجل تنفيذه اذا خرج شيء اصلا حقيقة اذا توفرت الارادة يمكن ان يحصل شيء لكن واضح ان الجانب الروسي الذي يستفرد بالساحة داخل سوريا عموما وفي حلب على وجه الخصوص ولا يهمه اي شيء من قرارات الامم المتحدة من مناشدات المجتمع الدولي من المنظمات الانسانية كذلك معروف ان الجانب الايراني الذي لم يعترف حتى الساعة بالعملية السياسية ولم يعترف ببيان جينيف واحد لعام 2012 وهو القاعدة التي بنيت عليها العملية السياسية وكان الغزو الروسي لبلدنا قبل عام قد غدى لدى بقايا النظام السوري اوهام الحل العسكري لذلك بالفعل هذه الاسباب هي التي تمنع استئناف العملية السياسية وفق القاعدة التي بنيت عليها ووفق القرار الاساسي وهو 2254 الذي شارك الروس انفسهم في صنعه واصداره لكن بالفعل يضربون بالعملية السياسية كلها عرض الحاج طيب لنقول ان معجزة حدثت ان موقف الروسي تغير وان كنت انت تقول بانه صعب ما الذي يتم بحثه يعني هل يتم بحث ما بعد سيطرة الجيش السوري على كل حلب ما النقاط التي يتم بحثها خلال هذه اللقاءات برأيك ما يجري في حلب هو جزء من العملية السياسية العملية السياسية مشروع وضعت له قرارات في مجلس الامن الاساس في الموضوع حتى تستأنف العملية السياسية بشكل سليم لا بد من هدنة في حلب وفي مختلف المناطق السورية كذلك ايضا ان تكون عملية الانتقال السياسي هي الاساس على جدول المفاوضات وهذا هو منطوق ونص وروح قرار مجلس الامن 2254 لا احد يريد ان يخترع الدولاب مرة تانية هناك عملية سياسية جارية وكل الاطراف الدولية في المجتمع الدولي والامم المتحدة تدعو اليها على اساس هذه القاعدة ونحن في المعارضة السورية استجبنا لهذا النداء وخضنا هذه العملية السياسية عبر ثلاث جولات من المفاوضات لكن افعال النظام واوهام الانتصار العسكري هو الذي ابعد هذه العملية السياسية وجعلها في مهب الريح في نقطة الان وزير الخارجية التركي خرج بعد اجتماع باريس يقول ان مكان مطروح هو مطالب النظام وان هذا امر غير معقول وانتقد الاجندة التي كانت على طاولة اجتماع باريس العودة للمفاوضات ووضع المعارضة اليوم بعد ما حدث في حلب أصعب وبالتالي هل نتوقع ان ينعكس هذا الامر على تقديم تنازلات من الوفد المفاوض في حال استئناف هذه المفاوضات بالتأكيد يجب ان لا نتوقع ذلك لان ما يجري في حلب هو معركة من ضمن المعارك واذكر انه في النصف الاول من عام 2015 كان النظام السوري في حالة هزيمة في العديد من المناطق ويدكر الجميع جسر الشغور ادلب حماة حمص في كل هذه الاماكن الاساس اليوم هو العملية الانسانية التي تحدثت بلغة واضحة فيها المستشارة الالمانية السيدة ميريكل وقالت ان ما يجري في حلب هو عار على الانسانية نحن نطالب فعلا برفع هذا العار عن الانسانية وعن العجز عن الامم المتحدة بوقف هذر الدم السوريين كيف يمكن ان يعقل ان يكون هناك تفكير بعملية سياسية واكثر من 500 جريح في اقبية حلب في شوارعها لا يجدون مكانا يداوي جراحهم ليس هناك ممر آمن حقيقي للمدنيين من اجل ان يخرجوا والذين خرجوا الى المناطق التي يسيطر عليها النظام اكثر من الف شخص فقدوا وغير معروف مصيرهم هذه تقارير الامم المتحدة في ظل هذه الاوضاع الكارثية المسئولية الكبيرة تقع على المجتمع الدولي على الامم المتحدة وكذلك في المقام الاول على مجموعة اصدقاء الشعب السوري التي اجتمعت اليوم في باريس اسمح لي سيد جورج التاريخ لا يعود للوراء الوضع العسكري على الارض مختلف تماما موازين القوى على الارض مختلفة تماما انت قلت موسكو دمشق حتى الميليشيات الايرانية لا يهمها كل هذا الوضع الانساني الذي تحدثت عنه وبالتالي العودة ما الذي يدفع موسكو او دمشق للعودة الى طاولة المفاوضات الان وهي ترى ان ميزان القوى لصالحها دون ان يكون هناك مقابل يقدم من طرف المعارضة ياريهان على المجتمع الدولي كما رأيت انت حتى الان لم ينجح نحن لا نطلب مفاوضات من جديد هناك عملية سياسية شارك الروس والامريكيون فيها بدءا من عام 2012 واقرتها الامم المتحدة وفي مجلس الامن الدولي هذا السؤال الذي تسأله يا سيدي على المجتمع الدولي ان يجيب عليه هل العمليات السياسية مرهونة بانتهازية لكسب الوقت وكسب معركة ثم يجري التخلي عنها اقول لك بوضوح ان من يحلم باستسلام الشعب السوري لارادة بشار الاسد والغزو الايراني والروسي سينتظر طويلا هذه ثورة صار لها من العمر ست سنوات ولبت جميع النداءات السياسية العاقلة وما زال بامكانها ان تلبي لكن وفق قواعد العملية السياسية التي وضعها المجتمع الدولي وتوافقت عليها الاطراف ذات العلاقة ومن ضمنها الطرف الروسي لكن سيد جورج اسمح لي ايضا هنا المجتمع الدولي والعملية السياسية يعني امريكا وروسيا ربما غيرت بعض القواعد فيها انتقلت من جينيف الى فيينا والحديث كان حتى في اخر مفاوضات عن ضرورة ان يبقى الرئيس بشار الاسد في المرحلة الانتقالية وان تكون هناك حكومة وحدة وطنية وليس يعني مجلس حكم انتقالي في اشياء تغيرت خلال هذا الوقت حتى امريكا تتحدث عنها واوروبا وبالتالي هذا المجتمع الدولي تغيرت صورته عن مسيرة المفاوضات المعارضة ما زالت تقف في نفس المربع الى متى اذكرك يا سيدي انه حتى اليوم بتصريحات السيد جون كيري تحدث عن القاعدة الاساسية للعملية السياسية التي دعا الى استئنافها وهي بيان جينيف واحد لعام 2012 ونصوصه واضحة انشاء هيئة حكم انتقالي كاملة صلاحيات التنفيذية وليس هناك اي ذكر سلبا او ايجابا لموضوع بشار الاسد لا في بيان جينيف واحد ولا في قرارات مجلس الامن انما على طاولة المفاوضات يمكن البحث بالتفصيل على اساس بحث المادة الاساس الموضوع الاساس وهي الانتقال السياسي وهو ما نص عليه بيان جينيف واحد وكرر في جميع قرارات مجلس الامن وخاصة 2254 شكرا جزيلا لضيفي من باريس نائب رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية جورج صبرة نائب رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية